تحت رعاية الرئيس السيسي انتلقوا فعاليات المنتظى الخضرية العالمية في القاهرة ومدبول يتمن حسن التنظيم اسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسميا بقاطع العلاقات مع الأنوا ورئاسة الفلسطينية تعتبر انتهاكا للقوانين والقرارات الدولية ترامب وهاريس يسابقان الوقت لكسب الأصوات في انتخابات تعد من أهم المحطات في تاريخ الولايات المتحدة الثالثة مساء بتوثي تقاهرة الواحدة ظهر عن بتوقيت جرانيش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن اختيار مدينة كبيرة بحجم القاهرة لاستضافة المنتظى الحضري العالمية شكل تحديا كبيرا ولكن الدولة المصرية تغلبت عليه بحسن التنظيم وخلال مؤتمر صحفي في افتتاح المنتظى عبر مدبولي عن أمله في أن يخرج المنتظى بنتائج مهمة يكون لها تأثيرا مباشرا على التنمية الحضرية اختيار مصر واختيار القاهرة تحديدا ده شيء يعني رسالة مهمة جدا بتقدير منظمة الهابيتات للمدينة القاهرة وكل الفعاليات والمشروعات والاستراتيجيات اللي بتنفذها الدولة المصرية والحقيقة أنا ساعدتي يعني النهاردة مشتركة يعني ويمكن عدد كبير من الحاضرين لا يعلم أن أنا قبل ما تولي مسئولية وزارة الإسكان كوزير إسكان ثم رئيس وزراء أنا كنت بنتمي للهابيتات أنا كنت مدير إقليمي للدولة العربية في منظمة الهابيتات الشيء أيضا المهم اللي لازم حضركم تبعوا عارفينه أن الهابيتات لما كانت بتنظم هذه النوعية من المنتديات في الغالب بتفضل أن تكون في مدينة ثانوية أو مدينة صغيرة لأنه يبقى عندهم دايما تخوف أن تنظيم هذه الفعالية في مدينة عاصمة دولة دايما ببالديها المشاكل والتحديات وممكن تخلق ضغط على الحركة داخل المدن فدائما كانوا يفضلوا التنظيم هذه الفعالية في مدينة صغيرة علشان يبقى تأثيرها مش كبير ولكن كان اختيار القاهرة في حد ذاته تحدي قاهرة 22 مليون نسمة فإن النهاردة يعني تنظم فيها هذه الفعالية ويبقى هناك ثقة إن حركة الدخول والخروج وانتظام وتنظيم الفعاليات لهذا المنتدى بتواجد عدد ضخم جدا زي ما حركم سمعته الأسماء 37 ألف مسجل عندنا 72 وزير عندنا 96 محافظ وعمدة مدينة بالإضافة إلى المختلف يعني ممثلي المجتمع المدني قطاع الخاص الحكومات كل ده كان حيمثل تحدي لهذه المدينة عشان نقدر إن احنا نضمن الحركة من وإلى مقر المنتدى بدورها أكدت أنا كلوديا روسباخ المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات أن القاهرة مدينة عريقة تسخر بالتراث وأضحت روسباخ أن الأمم المتحدة اختارت تنظيم المنتدى الحضاري العالمي بالقاهرة من أجل تحدث مع الحكومة المصرية حول فرص التنمية المستدامة هذا المنتدى يقام في القاهرة بلد التاريخ وأيضا بها قوة الماضي والحاضر والمستقبل فإنه بالتأكيد هي عودة مرة أخرى للمنتدى إلى أفريقيا لأول مرة منذ أول منتدى في نيروبي في عام 2002 فهناك التطور ومناقشة التطورات الحضارية فإن هذا هو الحدث لأمم المتحدة لمناقشة ميثاق المستقبل الذي اعتمدته الجمعية العامة لأمم المتحدة في سبتمبر 2024 فإن المنتدى الحضاري العالمي هو بالتأكيد تحالف كبير للتحول وأن هذه رؤيتنا فلابد أن نتغلب على مشاكل الإسكان وأن يكون هناك وإيجاد حلول للتحديات التي نواجهها مثل الفقر والصراعات وبالتأكيد يحتاج إلى تعاونا كبيرا بين أصحاب المصلحة المتعددين وبالتالي لابد أن ننخرج جميعا في دفع وتطبيق الخطة التنمية الحضارية المستدامة هذا وقد افتتح رئيس مجلس الوزراء مصافى مدبول المعرض المقام على هامش المنتدى الحضاري العالمي يرافقه وزيرات تنمية المحلية والإسكان ومندوب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومحافظ القاهرة وقام رئيس الوزراء بجولة تفقدية داخل أروقات المعرض الذي يضم أجنحة الدول المشاركة في أعمال المنتدى التي تبرز مشروعاتها وجهودها في قطاع الإسكان والتنمية الحضارية التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبول وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية مريم بن علي بن ناصر المسند على هامش المنتدى الحضاري العالمي وخلال اللقاء الذي استعرض أطر تعاون بين البلدين وكذلك بين الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي في البلدين الشقيقين أرسل مدبول تحياته لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مواجهة الدعوة له لزيارة مصر قريبا من جانبها نقلت الوزيرة القطرية تحيات الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر للرئيس عبد الفتح السيسي كما قدمت الشكر لرئيس الوزراء على التوجيه بتقديم كل أوجه التسيرات والدعم لزيادة التعاون بين البلدين الشقيقين وتحت رعاية الرئيس عبد الفتح السيسي انتلقت فعليات المنتدى الحضاري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة والمنعقد تحت شعار كل شيء يبدأ محليا لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية وأقيمت احتفالية لرفع عالمي مصر والأمم المتحدة إذانا بافتتاح فعليات اليوم الأول للمنتدى الحضاري العالمي الذي تنظمه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات خلال الفترة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر الجاري ويمثل المنتدى في دورته الحالية والتي تعقد بالقاهرة المدينة التي تتميز بتراثها الغني وتطورها العصري نقطة محورية في مجال التنمية الحضارية المستدامة كما أنه يعود للقارة الإفريقية بعد غياب دام أكثر من عشرين عاما أكدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض أن انعقاد المنتدى الحضاري العالمي في القاهرة يعكس حرص الدولة على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الطموحة للأمم المتحدة وخلال كلمتها الرئيسية في الافتتاح المشترك للجمعيات بالمنتدى أشرت من العوض إلى أن الحكومة تؤمن بأهمية تمكين المحليات وإعطائها دورا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني مشيرة إلى أن إشراك مختلف الأطراف في عملية التنمية مثل المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والمرأة هو أساس لتحقيق شمولية التنمية وعدالتها أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني التركيز خلال أعمال المنتدى الحضرية العالمية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة تمكين المرأة تحديد المعوقات التي تقيد عملها جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للتقياد بحضور وزيرة التنمية المحلية ووكيل أمين عام الأمم المتحدة حيث قال وزير الإسكان إن سياسة الدولة التي تنفذها وزارة الإسكان مع أجهزة الدولة المعنية هي تنفيذ لبرنامج قوي طموح سكن لكل المصريين لضمان توفير السكن الملائم الميسر للجميع ويعكس إنعقاد المنتدى الحضرية العالمية في مصر حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الأممية كما يمثل فرصة للمساهمة في التغيير الإيجابي لخدمة شعوب العالم وتمثل جمعيات منصة يلتقي بها كافة فئات المجتمع حيث تتناول الحكومات المحلية والإقليمية والأطفال والشباب والمرأة والقواعد الشعبية وجمعيات الأعمال والمؤسسات من خلال هذا التكاتف يمكننا التشاور والتعاون لإيجاد حلول مبتكرة وعملية تستجيب للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية نتطلع إلى التوصل إلى خطوط عريضة لاستراتيجيات مبتكرة يتبناها الشباب لمواجهة التحديات الحضرية ومساعدتهم لدعم التغيير الإيجابي في السياسات الحضرية وكذلك دعم مبادرتهم واقتحمهم لمجالات العمل العام هذا بالإضافة إلى المجلس المجمع للحكومات المحلية والإقليمية وكذلك المجلس المجمع لكل من الأعمال والمؤسسات وفيها يتبلور المبدأ الذي تتبنى هذه الدورة من المنتدى الحضري العالمي أن كل شيء يبدأ في المكان والموقع الذي نعيش فيه شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مورسي في جلسة التعاون المجتمعي تعزيز الشراكات من خلال الإجراءات المحلية وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر وأكدت الوزيرة أن هذا المنتدى يحمل أهمية فريدة خاصة أنه يجمع أصوات التحول الحضري ومنظم التنمية المحلية وأبطال المجتمع المحلي حيث إن مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين أمر أساسي لنجاح المنتدى وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات الأهلية هي أول من يستجيب في أوقات الأزمات وأول من يحدد الاحتياجات وغالبا ما يكون أول من يحشد حلولا مبتكرة فعالة وتزامنا مع انطلاق فعليات المنتدى الحضري العالمي استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي راني المشاط تقريرا حول أبرز شركات الدولية والمشروعات الجاري تنفيذها لدعم استدامة المدن والمجتمعات المحلية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأكدت المشاط أهمية استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في نسخة الثانية عشر في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة أسهمت القيادة السياسية في جعل مصر نموذجا يحتذا به في مجال التنمية العمرانية خاصة مع تبنيها لأجندة حضرية جديدة فخلال عشر سنوات من العمل حققت مصر طفرة في التطور الحضري والعمراني قيادة السياسية الطموحة للتنمية المستدامة أسهمت في جعل مصر نموذجا يحتذا به في مجال التنمية العمرانية خاصة مع تبنيها للأجندة الحضرية الجديدة ما حفز المجتمع الدولي على تنظيم المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة في قلب القاهرة وحققت مصر طفرة في التطور الحضري والعمراني في فترة زمنية وجيزة خلال عشر سنوات من العمل المثابر في مجال العمران والطرق والكباري وتطوير العشوائيات بالإضافة إلى المبادرات كحياة كريمة وبداية التي تعد واحدة من الأسباب التي أهلت القاهرة لانعقاد هذا المنتدى وهو أحد أهم المنتدايات الدولية تلك المبادرات الوطنية جعلت الحكومة والقيادة على أرض الواقع تتلمس تحديات الإنسان في التنمية ما أثر رؤية الوطنية وأصبحت تعلم يقينا أن القضايا البشرية متشابكة بعضها ببعض وأن التحضر لا عن التقدم التكنولوجي في حسب بل يجب أيضا القضاء على الفقر في الخدمات ومستوى المعيشة والمرافق وهذا ما سيناقشه المنتدى الحضري العالمية وعن اختيار قاهرة المعز لإصطدافة المنتدى وليس مدينة أخرى داخل مصر أوضحت الحكومة أن القاهرة تعد أكبر مدينة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية وخامس أكبر مدينة في العالم وهي المدينة الوحيدة على مدى تاريخ المنتدىات الحضرية التي تحتضن ما يزيد على 20 مليون نسمة بالإضافة إلى العراق التاريخية للمدينة والتي تعود إلى أكثر من ألف سنة وتزدخل من المباني والمناطق والمزارات والآثار التاريخية ويعد المنتدى الحضري العالمي ثاني أهم حدث عالمي على أجنتة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ وأهم حدث في العالم حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لمزيد من التفاصيل حول فعليات المنتدى الحضرية العالمية تنضم إلينا على الهواء مباشرة زميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري بعد التحية اطلعينا على أبرز ما لديك من أحداث نعم أميرة بالفعل نتابع معكم أعمال الدورة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي في يومه الأول هذا المنتدى الذي يقام تحت شعار كل شيء يبدأ محليا لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة هذا المنتدى الذي يستمر من الرابع حتى الثامن من الشهر الجاري بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون بالطبع مع الحكومة المصرية التي تستضيف هذا المنتدى في هذه النسخة الحقيقة هناك مشاركة واسعة في هذه النسخة من المنتدى فكما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن هذه النسخة تشهد الإقبال الأكبر مقارنة بالنسخة السابقة فهناك مشاركة واسعة لوفود أممية ودولية وأيضا ممثل حكومات وطنية وإقليمية نتحدث عن أكثر من 35 ألف مشارك من 180 دولة حول العالم أما عن الفعاليات فهي متنوعة وتستمر على مدار خمسة أيام وهي مدة انعقاد هذا المنتدى نتحدث عن أكثر من 500 فعالية متنوعة ما بين جلسات نقاشية وحوارية وأيضا مائدة مستديرة خاصة بالخبراء والوزراء إلى جانب المعرض الذي يقام على هامش هذا المنتدى بيتم منقشة عدد كبير من الموضوعات في هذه النسخة متحدث عن ما يتعلق بالتحديات الحضرية العالمية وأيضا إيجاد الحلول لأزمة الإسكان العالمية إلى جانب تبادل الخبرات حول التنمية الحضرية والمستدامة بهدف تحسين نوعية الحياة في المناطق الحضرية وتحقيق التنمية المستدامة بنشير إلى أن مصر تعتبر أول دولة إفريقية تستضيف هذا المنتدى منذ الدورة الافتتاحية التي كانت في دولة كينيا منذ عشرين عاما وأيضا ثاني دولة عربية بعد استضافة أبو ظبي للدورة العشرين والنسخة العشرين من هذا المنتدى الحقيقة أن القيادة السياسية تعطي اهتمام كبير لاستضافة هذا المنتدى العالمي والذي يأتي كثاني أهم حدث على أجنتة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ والذي استضافته مصر في نسخة سابقة وبيعتبر أيضا بمثابة منصة تستطيع مصر من خلالها استعراض التنمية الحضرية والعمرانية التي قامت بها على مدار السنوات الأخيرة الماضية ما يتعلق بالقضاء على العشوائيات أيضا التخطيط لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية من الجيل الرابع والخامس ومحققته من إنجاذات في هذا الشأن أيضا اختيار مصر لاستضافة هذه النسخة بيعكس الثقة الموجهة لمصر اللي ما لها من دور ريادي واستراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي منذ الصباح كان هناك عدد من الفعاليات التي تبعناها يمكن البداية كانت مع رفع أعلام مصر والأمم المتحدة للاعلان عن انطلاق فعاليات هذا المنتدى أيضا تبعنا منذ قليل أول مؤتمر صحفي خاص بهذا المنتدى والموجه لوسائل الإعلام المحلية وبالطبع الدولية لهذا الحدث من اهتمام عالمي بهذا الحدث العالمي وكان هذا المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأيضا السيدة أنا كلاوديا وهي تعتبر ممثل والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبالطبع بصحبة وزيرية الإسكان والتنمية المحلية كان هناك عدد من التصريحات الخاصة بهذا المنتدى فأكدت السيدة أنا كلاوديا لأن هذا المنتدى بيعمل على الاهتمام بثلاثة موضوعات رئيسية تتعلق بمواجهة التحديات الخاصة بالإسكان وأيضا العمل على حل الصراعات وأيضا ما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية وتأمل مع نهاية هذا المنتدى أن يتم الوصول إلى ميثاق يتم وضعه للتعامل مع كل هذه الموضوعات الهمة وبالطبع هنأت الحكومة المصرية على الجهود الكبيرة التي قامت بها لاستضافة هذا المنتدى وفي المقابل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد على أنه يعني استضافة أو اختيار قاهرة لاستضافة هذا المنتدى بيعكث أقا الكبيرة الموجودة لمصر خاصة مع ما حققته من إنجازات على مدار السنوات الماضية وأنه سيكون هناك فرصة للمشاركين لزيارة المشروعات المتعلقة بالتنمية الحضرية والعمرانية على أرض الواقع وهو ترجمة إلى ما يسعى إليه هذا المنتدى يعني إذن على مدار اليوم والأيام القادمة نحن في متابعة حدث عالمي بتقيم والأمم المتحدة منذ عام 2001 مرة كل عامين بيهدف إلى بناء مجتمعات أكثر مرونة وشمولية واستدامة عن طريق التبادل الخبرات والتعاون بين مختلف المؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء الكل يجتمع من أجل تحقيق تنمية حضرية وعمرانية أنا أعود إليكم مرة أخرى في الصدق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تعكس استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورة ثانية عشر الدورة الريادي والاستراتيجي لمصر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر ويعرض خلال المنتدى الإنجازات التي حققتها الدولة بمجال التنمية العمرانية في ربوعها حيث يشهد تنظيم 560 فاعلية ومعرض يشارك فيه 102 منظمة دولية ومحلية من 49 دولة المزيد نتابعه في هذا العرض مع حكمة عبد الحديد تحية طيبة مصر تستضيف في الفترة من الرابع وحتى الثامن من نوفمبر الجاري فعليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرية العالمية الذي يعد ثاني أهم حدث عالمي على أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ تعد مصر ثاني بلد أفريقي يستضيف المنتدى منذ دورته الافتتاحية في نيروبي بيكينيا عام 2002 وثاني دولة عربية بعد استضافة العاصمة الإماراتية أبوظبي الدورة العاشرة في 2020 حيث يعتبر تنظيم مصر للمنتدى إضافة كبيرة لرصيدها الحضري والعمراني إقليميا وعالميا ينظم المنتدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويتوقع أن يشهد حضورا كثيفا لا يقل عن 20 ألف مشارك من 272 دولة يشهد برنامج المنتدى تنظيم 554 فعالية بينها 6 جلسات حوارية رفيعة المستوى وتسع جلسات خاصة تناقش التحديات الحضرية العالمية المستدمة يتحدث فيها 156 متحدثا بينهم الكثير من الشخصيات البريدة أما عن أبرز فعاليات المنتدى فهي المعرض المقام على مساحة أكثر من 6000 متر مربع ويشارك فيه 170 عارضا من أكثر من 50 دولة يعرضون أحدث الابتكارات في مجالة الإسكان والنقل والطاقة وإدارة النفايات والمساحات العامة يركز المنتدى على بناء تحالفات لتنفيذ الأجندة العدرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة التحديات التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية كذلك يناقش المنتدى مواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة والاستراتيجيات الأساسية للشراكات لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي إذن المنتدى الحضرية العالمية في دورتي الثانية عشرة يلقى الضوء على التجربة المصرية المتعلقة بالتنمية الشاملة كما تعرض مصر خلاله الإنجازات التي حققتها في مجال العمران خلال السنوات العشر الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أشد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي بمواصلة إليه العلاقات المصرية الألمانية من مستوى متميز في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وأعرب عبد العاطي خلال لقائه وزيرة الدولة الألمانية للتنمية نالز آنن عن تقدير مصر لألمانيا كأحد أكبر شركاء مصر في المجالين الاقتصادي والتنموي مؤكدا على الأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات السنائية مع ألمانيا بمختلف جوانبها الأسيام في مجالات التنمية والطاقة والطاقة المتجددة والتعليم والتدريب المهني وتنقل العمالة المؤهلة كما استعرض عبد العاطي التنمية والطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية والمدن الجديدة التي تم إنشاؤها والتي تتمتع بمعايير الاستدامة ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة مشيرا إلى حرص مصر على استضافة المنتدى الحضري العالمي في القاهرة لإبراز الطفرة الحضرية التي تم تحقيقها في مصر خلال السنوات الأخيرة أجرى وزيره الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع نظيره السوداني علي يوسف أحمد الشريف وذلك لتقديم التهنئة بتوليه منصبه الجديدة مؤكدا خصوصية العلاقات المصرية السودانية ومتمنا ما تربطه العلاقة بين البلدين الشقيقين من روابط تاريخية عميقة زواء على المستوى الحكومي أو الشعبية وخلال الاتصال استعرض الوزيران مستجدات الأوضاع الداخلية في السودان حيث أعرب وزيره الخارجية عن دعم مصر الكامل للمؤسسات السودانية مشددا على ضرورة احترام السيادة السودانية ووحدة وسلامة أراضيها وأكد وزيره الخارجية أن مصر ستظل تقف بجوار السودان الشقيق في ظل الضرف الدقيق والمنعطف التاريخي الخطير الذي يمر به حتى يتجاوز هذه المرحلة الصعبة شدد وزيره الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على ضرورة اتخاذ كافة الأطراف بالإقليم لخطوات تسهم في منع التصعيد بالمنطقة وتحقيق التهدئة وخلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيران عباس عرقجي شدد عبد العاطي على ضرورة الحذر من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية لن تحقق مصلحة أي من الأطراف وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على شعوب المنطقة كما جدد عبد العاطي إدانة مصر لكافة الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع بها بما ينظر بعواقب وخيمة على المنطقة واستقرار شعوبها كذلك أكد عبد العاطي موقف مصر المطالب بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد دون تدخلات خارجية أجرى وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصال هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا جونوال بارو في إطار التنسيق والتشاور المتبادل بين القاهرة وباريس لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وتبادل الرؤى ذا التطورات في لبنان وقطع غزة فضلا عن تناول تعاون نتوائي بين البلدين واستعرض الوزيران بشكل مفصل تطورات الأوضاع في لبنان حيث تناول جهود البلدين في التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان حيث أدن الوزير عبد العاطي لانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية واستهداف قوات اليونيفيل كما استعرض الوزيران الجهود راهنة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية في ظل ترد الأوضاع الإنسانية في القطاع واشدد عبد العاطي على رفض مصر القاطع للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف عرقلة إنفاذ المساعدات الإنسانية وأهمية تمكين السلطة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومعالجة جذور الصراع وإقامة دولة فلسطينية مترابطة ومتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا وأكدت أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقها الذي ينظم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بإسرائيل وغزة والضفة الغربية وأقرت إسرائيل في أكتوبر قانونا يحضر على الأونروا العمل في البلاد ويمنع السلطات الإسرائيلية من التعاون مع الوكالة التي تقدم المساعدات والخدمات التعليمية لملايين الفلسطينيين وأثار التشريع قلق الأمم المتحدة وبعض حلفاء إسرائيل الغربيين الذين يخشون من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل في غزة قال الناطق باسم رئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواصيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني وفي التعقيد على قطع إسرائيل رسميا العلاقات مع وكالة الأونروا أضاف أبوردينة أن إسرائيل ماضية في استهداف الأونروا بهدف تصفية قضية اللاجئين وشط بحق العودة وعرقالة أنشطتها ودورها كما أدان أبوردينة هجوم المساوطنين اليوم على مدينة البيرة وأحراق نحو عشرين مركبة للفلسطينيين مؤكدا أن هذه الاعتداءات والجرائم هي نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته هذا وتنقسم أراء الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تمزقه الحرب بشأن الانتخابات الأمريكية المقبلة ويرى البعض من السكان في غزة أن الانتخابات الأمريكية غير ذات أهمية بالنسبة لهم بينما يأمل أخرون أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى إنهاء العدوان المستمر منذ عام يبدو أن الأمريكيين ليسوا وحدهم من يترقبون نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة لكن هناك من هم أكثر تحسسا لما ستسفر عنه نتيجة الانتخابات التي قد يتوقف مستقبلهم على هوية الفائز منها هنا في قطاع غزة تأمل شريحة كبيرة في أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عاما على القطاع ووضع حد للمجازل التي ترتكبها دولة الاحتلال كل يوم الانتخابات الأمريكية لن تأثر على الحرب ولا بأي حاجة ولا لها أي أثر ممكن تأثر على الناخب الأمريكي وليس على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة بالذات بالنسبة لأن الأمريكان أصلا شريك في الحرب على غزة شريحة أخرى من الفلسطينيين هنا في القطاع ترى أن الانتخابات الأمريكية غير ذات أهمية بالنسبة لهم حيث الولايات المتحدة هي الدعم الأكبر لإسرائيل تمنى من الله يكون لصالح الفلسطينيين لأن الفلسطينيين تعبوا عنه بايدن يعني قضى أربع سنين وما عملش للشعب الفلسطيني كان يعدنا أنه حل الدولتين في النهاية لا حل دولتين ولا حاجة وكان الحزب الديمقراطي الذي تنتمي إليه المرشحة كامال هارس دعا كل من حماس وإسرائيل إلى الموافقة على وقف إطلاق النار منذ أشهر لكنه يظل داعما رئيسيا وحليفا قويا إسرائيل على الجانب الجمهوري فترمب أيضا داعم لإسرائيل وكان قد دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقا إلى تسريع وطيرة حملته في القطاع اشتركوا في القناة تواعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بتوجيه ضرابات قوية لحزب الله خلال زيارة للحدود الشمالية مع لبنان كما أكد نتنياهو أنه يجب إبعاد حزب الله إلى موارأ نهر الليطاني سواء عبر التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار أو بدونه مشددا على ضرورة منع الحرب مع إعادة التسلح في الوقت الذي يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه معاقل حزب الله اللبناني زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الحدود الشمالية مع لبنان وتوعد بتوجيه ضرابات قوية للحزب نتنياهو أكد أنه يجب إبعاد حزب الله إلى موارأ نهر الليطاني سواء عبر التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار أو بدونه مشددا على ضرورة منع الحزب من إعادة التسلح وكانت صفارات الإنذار دوت على امتداد الحدود الإسرائيلية الشمالية مع لبنان حيث يتواجه الجيش الإسرائيلي مع حزب الله وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق نحو مائة صاروخ من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض بعضها في حين سقط البعض الآخر في الخلاء وأنفذ الجيش الإسرائيلي ضربات في جنوب لبنان استهدفت مناطق سور وحارة صيدة وفي شرق لبنان استهدفت سلسلة غارات منطقة بعلبك ومحيطها بعد ساعات من توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلائها وأعلن حزب الله أنه استهدف بعدد من الصواريخ وللمرة الأولى قاعدة حيفا التقنية وهي تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي وتحوي كلية تدريب لإعداد تقني سلاح الجو حزب الله أعلن أيضا شن هجوم بمسيرات انقضاضية على قاعدة عسكرية أخرى تبعد حوالي 20 كم جنوب شرق حيفا ومنذ 23 سبتمبر تكثف القوات الإسرائيلية ضرباتها على معاقد الحزب الله في لبنان وعشنت هجوما بريا في جنوب البلاد في 30 سبتمبر وتقول إسرائيل إنها تريد القضاء على الحزب في المناطق الحدودية ومنع إطلاق الصواريخ وتشترط انسحاب الحزب إلى شمال نهر الليطاني للسماح بعودة 60 ألف نازح من شمال إسرائيل موسيقى وصلت كامالا هارس ومنافسها دونالد ترامب حملة أخيرة لكسب الأصوات في الولايات الحاسمة قبل ساعات على موعد الانتخابات التي تشهد تقاربا تاريخيا في التأييد وصوت أكثر من 76 مليون شخص مبكرا قبل انتخابات الغد في وقت تظهر الاستطلاعات تعادل نتائج المرشحين في هذه المرحلة إلى حد غير مسبوق في محاولة لحشد الأصوات وتوسيع قاعدة الدعم الشعبي يواصل مرشحان كامالا هارس ودونالد ترامب حملاتهما الانتخابية وفي آخر التحركات على الأرض شهدت مدينة إيست لانسينج بولاية ميشيغان تجمعا كبيرا بقيادة المرشحة الديموقراطية كامالا هارس التي خرجت لتطلق وعودها بالتغيير متعاهدة بطي صفحة من السياسة القائمة على الانقسام هارس التي أعلنت الإدلاء بصوتها في الانتخابات مبكرا عبر البريد تعتبر هذه الانتخابات واحدة من أهم المحطات في تاريخ الولايات المتحدة حيث أشارت في تجمع الانتخابي بإيست لانسينج إلى أن ولايات مثل ميشيغان وبينسلفينيا وويسكونسين تمثل مفاتيح رئيسية لنجاحها خصوصا بعد استعادة الرئيس جو بايدن لهذه الولايات لصالح الديموقراطيين عام 2020 وكان الديموقراطي باراك أوباما اكتسح هذه المنطقة في انتخابات عامي 2008 و2012 لكن ترامب استطاع الفوز في ميشيغان وبينسلفينيا وويسكونسين عام 2016 ليبقى السؤال الأهم هل سيتمكن الديموقراطيون من الحفاظ على تأييد هذه الولايات؟ أم سيعيد ترامب قلب الموازين مجددا لصالحه؟ وعلى الجانب الآخر قال المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب في تجمع انتخابي في ليتز بولاية بينسلفينيا إن بلاده كان لديها أكثر حدود أمانا في تاريخها وقت أن غادر البيت الأبيض مشددا على أنه ما كان يجب أن يغادر لأنه قام بعمل جيد جدا على حد قوله وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة في عهده كان لديها أفضل اقتصاد على الإطلاق وفي ظل هذا التنافس الشرس ينتظر العالم كله بترقب لمعرفة ساكن البيت الأبيض الجديد في الانتخابات التي قد تكون الأهمة في تاريخ الولايات المتحدة انتهت السلطات الأمريكية من الاستعدادات النهائية لاختيار الرئيس الأمريكي الجديد بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كاميلا هرس هذا وقد أصدرت السلطات الأمريكية تعليمات مشددة بإغلاق المتاجر والمحال خاشية اندلاع أعمال عنف أثناء الانتخابات كما أغلقت السلطات مداخل البيت الأبيض بمتاريس حديدية من كافة الاتجاهات والطرق هكذا بدت العاصمة واشنطن قبل يوم من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المتاجر أغلقت أبوابها بألواح خشبية تخوفا من أعمال عنف قد تصاحب عملية الاقتراع أو بعد إعلان الرئيس الجديد للولايات المتحدة وتحسبا لأعمال شغب فضل أصحاب هذه الأعمال الإغلاق التام لحماية أموالهم من السرقة ولعدم إحداث تلفيات قد تكلفهم الكثير وقد أقدم هؤلاء على ذلك بعدما أصدر كل من وكالة الاستخبارات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارة الأمن الداخلي تعليمات مشددة من أن أعمال عنف وشغب قد تطالوا الناخبين والأسواق وأماكن الاقتراع وقد وثقت عدستنا هذه اللقطات الحصرية التي تعكس خوف السلطات الأمريكية من وقوع ما لا يحمد عقباه وآثرت إغلاق مداخل البيت الأبيض بمتاريس حديدية من كفة الاتجاهات والطرق المؤدية إلى شارع بنسلفانيا حيث مقر البيت الأبيض الأمر الذي جعل المواطنين في حالة ترقب وحذر نعم نحن نشعر بالقلق ولكننا نأمل أن يقبل الخاسر النتيجة لأن ما دون ذلك فالكل سيخسر ولمسنا من خلال تواجدنا في الشارع الأمريكي أن المواطنة مهتم بالقضايا الداخلية بشكل كبير وفي مقدمتها الاقتصاد والصحة والهجرة غير الشرعية كما أنه يريد من ينعش أسواق المال وإعادتها إلى مستوى أفضل في ظل معاناة الكثيرين في توفير متطلبات الحياة ما يهمنا الاقتصاد وهي قضية بالغة الأهمية ومثلها قضية الهجرة الأمور ليست سهلة في بلدنا حزب الخبراء الأمنيين هنا فإن العنف السياسي المتمثل في محاولة اغتيال أحد المرشحين أشعل انتخابات 2024 محذرين من أن المخاطر المحتملة ترتفع بعد يوم الانتخاب في الوقت الذي يترقب فيه الأمريكيون الساكن الجديد للبيت الأبيض اتخذت الأجهزة الأمريكية تدابير أمنية قصوى تحسبا لوقوع أعمال شغب أو أعمال عنف مصاحبة لعملية الاقتراع وإعلان نتيجة الفائز بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من واشنطن إيماني توني التلفزيون المصري نفع المركز الأعلامي لمجلس الوزراء إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءا من شهر نوفمبر الجاري وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح أكد المركز أن القائمة المتدولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024 في ظل السعي لتديق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج وشدد المركز على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء مخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط في جلسة نقاشية حول مخاطر المناخ ضمن فعليات المؤتمر السنوي الطريق نحو صافي لانبعثات الصفري تناول المؤتمر الطرق نحو تحقيق الاستدامة وكيفية قيم الشركات بالتعامل مع فرص وتحديات للمخاطر المناخية وكذلك تمني مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجياتها والتعرف على فرص التمويل المتاحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور احتفالية الدكرى الخامسة والسبعين لهيئة التبادل التعليمي والثقافي بين مصر والولئات المتحدة الأمريكية فول برايت وافتتاح ندوة من المختبر إلى السوق والتي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة فول برايت بمناسبة الاحتفالية ونوها عشور إلى حصول مصر على المرتبة 86 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي الأخير متقدمة بذلك عشرة مراكز عن الأعوام السابقة وكذا ظهور تجمع القاهرة الكبرى ضمن أفضل مئة تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم أجرى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف جولة تفقدية مفاجئة لعدة مدارس بإدارة الحصوص التعليمية بمحافظة القليوبية لمتابعة انتظام العملية التعليمية وذلك في إطار جولته الميدانية المتواصلة بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة الالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية وحرس وزير التربية والتعليم خلال جولته التفقدية على متابعة مستوى الطلاب ومتابعة نسب الحضور بكل فصل كما حرس على التأكيد على مستوى التحصيل الدراسي ومدى استعابهم للمواد الدراسية موجها بتشكيل لجاني متابعة يومية لمتابعة انتظام الحضور والغياب وضبط المنظمة التعليمية قال وزير المالية أحمد كاجوك إن الحكومة ماضية بكل جدية في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبية مشاددا على استخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دوري ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية جاء ذلك خلال اللقاء عقده مع أكثر من ستين مستثمرا مؤسسيا أجنبيا عبر الفيديو كونفرنس حيث أكد كاجوك على وضع دين وخدمته للنثج المحلي الإجمالي في مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة مع العمل أيضا على تحسين مؤشرات الدين الخارجية توجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لتركيا وذلك في زيارة هامة تتضمن عقد لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي التحدث الأعمال والشركات وذلك لبحث سبول تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تستدف الزيارة تعريف مجتمع الأعمال التركي بالفرص والمقاومات الاستثمارية في مصر وكذلك التدابير والإجراءات التي تتبنىها الحكومة المصرية حاليا بالسياسات المالية والنقدية والتجارية للتيسير على المستثمرين وتيسير منظومة التصدير والاستراد شارك وزير البترول وثروة المعدنية كريم بدوي في حفل الافتتاح الرسمي للنسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أدبكا الفين أربعة وعشرين والذي تستمر فعلياته حتى السابع من نوفمبر الجاري بحضور عدد من وزراء الطاقة ورؤساء كبرى شركات الطاقة العالمية تهدف هذه النسخة إلى استكشاف الدور الرئيسي للذكاء الاصطناعي وتمويل في تسريع عملية الانتقال العالمي في مجال الطاقة ويشهد الحدث هذا العام اطلق ثلاثة مؤتمرات جديدة بمشاركة شخصيات رائدة من قطاعات التمويل والتكنولوجيا والشباب ودول الجنوب العالمية للعمل على صياغة مستقبل طاقة أكثر استدامة وشمولية حيث يعد المؤتمر أحد أكبر الفعليات الخاصة بصناعة الطاقة على مستوى العالم أكد وزير المالية والموارد المائية والرأي هاني سويلم ضرورة تحسين خدمات المياه بشكل عام وخاصة الشرب الصرف الصحي والرأي على الصعيد العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة جاء ذلك خلال مشاركته بالملتقى الخامس عشر للتحالف العالمي لشركات مشاغل المياه التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمنعقد في القاهرة حيث أشار سويلم اعتماد رؤية مصر 2030 على عدد من المبادئ لتحقيق هذه الأهداف من خلال إدارة موارد المياه بشكل فعال خاصة مع وجود تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه في مصر مثل ندرة المياه وتغير المناخ اجتمعت وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد مع عدد كبير من شركاء التنمية من المنظمات الأممية وممثل البنوك التنموية بحضور الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا لبحث سبول تعجز التعاون في دعم تنفيذ أولويات مصر في تطوير قطاع البيئة ودفع مسار التحول الأخضر وأيضا دعم رياض المصرية في مواجهة التحديات البيئية الإقليمية والعالمية وأكدت وزيرة البيئة أن دور مصر رائد في العمل البيئي الإقليمي والدولي نتاج سنوات من العمل المتواصل في توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر حول الموضوعات البيئية الملحة وضفت الوزيرة أن القيادة السياسية وضعت ملف البيئة على أولويات الأجندة الوطنية مما أهل مصر لدور أكبر في التعاون البيئي متعدد الأطراف مشيرة إلى أن مصر خلال رحلتها نحو تحول الأخضر تعمل على رفض تحديات البيئية الوطنية بتحديات العالمية شاهدين وصلنا إلى ختام النشر هذه عنوين الأخبار تحت رعاية الرئيس السيسي انطلاق فعاليات المنتظى الحضري العالمي في القاهرة ومدبولي يثمن حسن التنظيم إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع الأونروا ورئاسة الفلسطينية تعوده انتهاكا للقوانين والقرارات الدولية ترامب وهاريس يسابقاني الوقت لكسب الأصوات في انتخابات تعد هي الأهم من أهم المحطات في تاريخ الولايات المتحدة انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري إلى اللقاء اشتركوا في القناة